اشتركوا في القناة وهي سورة عظيمة عنونت بعنوان القصة التي وردت في هذه الآيات وهذه الآيات فيها بيانه أن أصحاب المنهج الحق يكون الله جل وعلا معهم وينجيهم من أعدائهم وفيه أيضا بيانه شيء من القصص العجيب الذي مر بمن سبق ليكون شاهدا لهذا الكتاب ولهذا النبي وهذه السورة فيها قصتان عظيمتان هما قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وذلك أن اليهود كانوا يريدون أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يفصل لهم هاتين القصتين العجيبتين وقد ورد أن أهل مكة أرادوا أن يسألوا اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رسالته فقال اليهود سلوه عن أهل الكهف وسلوه عن ذي القرنين وفي لفظ سلوه عن فتية ناموا سنين عديدة وعن ملك جاب الأرض وهذه السورة من السور المكية عند جماهير أهل العلم نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا في أولها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يمدح الله نفسه ويثني عليها وينسب الثناء الكامل الذي لا يتطرق إليه نقص من جانب من جوانبه له سبحانه حيث إنه تفضل على العباد بأن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فقال الحمد لله أي أن الصفات الجميلة الكاملة تكون لله جل وعلا ومن ذلك أنه أنزل على عبده الكتاب فالقرآن الكريم قد نزل من عند الله جل وعلا وأنزله على عبده يراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم فوصفه بمقام العبودية التي هي سبب كل خير في الدنيا والآخرة ثم ذكر شيئا من الصفات التي لهذا الكتاب حيث امتن الله على عباده بإنزاله ومدح نفسه بإنزال هذا الكتاب فقال لم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا أي أن هذا الكتاب لا ميل فيه عن أفضل الأمور وأحسنها فلا يوجد فيه تناقض فيما بين آياته ولا يوجد فيه الظلم ولا إنقاص أحد من حقه وكذلك وصفه بأنه قيما بأنه قيما وقيما هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره وجعله قيما أي أن حياة الناس تقوم به على أكمل الوجوه وأتمها فهذا الكتاب لا يسبب شيئا من النقص ولا من الظلم وفي نفس الوقت ويحقق الكمال وسعادة الدنيا والآخرة ثم بيّن غاية من غايات هذا الكتاب فقال لينذر بأسا شديدا من لدنه أي أن من أسباب إنزال هذا الكتاب وبعثة هذا النبي أن يخوف العباد من العذاب الأليم الشديد الذي يأتي من عند الله جل وعلا وذلك أن العقوبة التي تكون من المخلوق مهما بلغت فإنها ضعيفة بالنسبة للعقوبات التي ينزلها الله جل وعلا ولذا حذرهم من عقوبة تنزل عليهم من الله جل وعلا وهكذا من شأن هذا الكتاب أن يبشر المؤمنين فيأتي لهم بالخبر السار الذي يبين لهم أن العقوبة الحميدة ستكون لهؤلاء المؤمنين الذين أذعنوا لله وسلموا له وأطاعوه في أمره وذكر من صفاتهم أنهم الذين يعملون الصالحات فهم يقدمون على العمل الصالح والصالح يشتمل على أمرين أن يكون عبادة خالصة لله جل وعلا وأن يكون على وفق ما جاء في شرع الله عز وجل فمن كان كذلك فإن الله يبشرهم أن لهم أجرا حسنا أي سيكون لهم الثواب الجزيل الذي يحسن وهذا كما يشمل أجر الآخرة يشمل أجر الدنيا أيضا ولا يقتصر ذلك على الأمور الظاهرة فإن عند أهل الإيمان من اليقين والرضا وطمانينة النفوس ما لا تجده عند غيرهم وتجد أنهم أبعدوا الناس عن الأمراض النفسية ثم قال ماكثين فيه أبدا أي سيبقون في هذا النعيم أبد الأباد لا ينقطع عنهم بما يشمل أجر الآخرة وثوابها وفي نفس الوقت ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد أن يحذر الله من العقوبة الشديدة لأولئك الذين يفترون على الله الكذب فينسبون له سبحانه الولد ومن ذلك أهل يهود الذين يقولون عزير بن الله والنصارى الذين يقولون المسيح بن الله وبعض أهل عرب الذين يقولون الملائكة بنات الله ثم استنكر الله جل وعلا عليهم مقالتهم هذا فقال ما لهم به من علم ولا لآبائهم أي لا يوجد دليل يدل على مقالتهم الفاسدة التي نسبوا بها الولد لله جل وعلا وإنما شانهم أن يقلدوا آباهم مع أن آباهم ليس عندهم علم ولا دليل وثم استعظم الله جل وعلا هذه المقالة الشنيعة المجتملة على نسبة الولد لله عز وجل فقال كبرت أي عظمت وتفاقمت كلمة أي هذه اللفظة التي ينسبون فيها الولد لله جل وعلا كبرت كلمة وذلك أنهم بهذه المقالة ينسبون إلى الله ما لا يناسبه وما لا يليق به سبحانه وتعالى ومن ثم فهذه المقالة مقالة شنيعة باطلة فهي كلمة تخرج من أفواههم ولا يستندون فيها إلى دليل بل هم كاذبون فيها إن يقولون إلا كذبا فهذا خبر كاذب لمخالفته الواقع ثم قال تعالى فلعلك باقع نفسك أي يمكن أن تقوم بأسف شديد بسبب عدم إيمان هؤلاء حتى أنك تكاد تقتل نفسك إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث فلعلك أي هل ستستمر على هذه الطريقة من الشفقة على الناس الذين لم يؤمنوا حتى أنك تصل إلى حال قد تصل بها إلى الموت بسبب أنك تطلب أن يؤمنوا وأن يذعنوا لما جئت به من الرسالة والله جل وعلا حكيم وهو الذي يصرف أحوال العباد كيف يشاء فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء ومن ثم فإيمان من آمن وكفر من كفر إنما هو بقضاء من الله جل وعلا وقدر فقد علم ذلك سبحانه وكتبه عنده وهو الذي شاء ذلك وخلقه ومن ثم فمهمة العبد أن يبلغ الرسالة وأن يعرف الناس بمنهج الله وأما مهمة هداية التوفيق فهي إلى الله جل وعلا يهدي بها من شاء ثم ذكر الله جل وعلا شيئا يجعل بعض الناس يغترون فيستمرون على حالتهم ويتركون الاستجابة لداعي الإيمان ألا وهو أن بعضهم قد يكون عنده من أمور الدنيا وزينتها وزخارفها ما يظن أنه بذلك قد حاز كل شيء ومن ثم لا يتفكر في دعوات الأنبياء والدعاة والمصلحين ولذا قال الله جل وعلا لهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فكل ما في هذه الدنيا من المآكل والمشارب والمراكب والمساكن وأنواع النبات والحيوانات ونحو ذلك من النعم والخيرات هذه عطايا من الله جل وعلا ومن ثم لا ينبغي بالعبد أن ينشغل بها عن المهمة العظمى التي خلق من أجلها ألا وهي عبادة الله جل وعلا فإن هذه الأمور إنما أعطيت للعباد من أجل أن يستعملوها في طاعة الله وأن يقدموا بها على ما يرضي الله جل وعلا ولذا قال إنا جعلنا أي وضعنا ما على الأرض أي جميع ما في هذه الأرض زينة لها فيزينها وتزدان حياة الناس بها ثم قال لنبلوهم أي لنختبرهم أيهم أحسن عملا من هو أفضل الناس الذي يحوز الأجور العظيمة والثواب الجزيل بأداء الأعمال الحسنة وحينئذ يسعى الإنسان إلى أن يرضي الله بعمل صالح ثم قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي أن هذه الأرض لن تستمر لن تستمر زينتها عليها بل إن الله جل وعلا قد قدر لجميع ما في هذه الأرض أياما تزول زينة الناس فيها وبالتالي يجعل الله ما عليها صعيدا أي خاليا ليس فيه شيء من هذه النعم جرزا أي حصيدا زائلا ثم قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا هناك قصة أهل الكهف قصة عجيبة ولكن ليست هي الأولى ولا الأخيرة في القصص العجيبة بل إن هناك ما هو أعجب منها وأندر منها ولذلك لا تحسب أن قصة الكهف هي الوحيدة في هذا الباب وإنما هناك قصص كثير يدل على فضل الله وإحسانه فقال أم حسبت أي هل قدرت وظننت أن أصحاب الكهف أي قصة أصحاب الكهف والكهف فضاوة تكون في أثناء الجبل يتمكن من دخل فيها من أن يستضل وأن يبتعد عن شدة الهوى والرقيم قل بأنه قد رقمت أسماؤهم وكتبت إما على الكهف وإما في لوح ونحو ذلك وقال بعضهم بأن الرقيم هو كلبهم كانوا من آياتنا عجبا فقصتهم ليست أعجب القصص بل هناك قصص كثير أعجب من قصتهم ثم جل وعلا ذكر صفة أصحاب الكهف فقال إذ أول فتية إلى الكهف كان هناك ملك في ذلك الزمان يجبر الناس على ترك طاعة الله والإشراك به جل وعلا فلذلك كان من لا يستجيب له في ذلك يقتله ومن هنا لما آمن هؤلاء الفتية وخشوا على أنفسهم من ذلك الملك الظالم تركوا بلدهم وذهبوا إلى الكهف من أجل أن يتمكنوا من عبادة الله جل وعلا فأول فتية أي لجأ الفتية إلى ذلك الكهف ليسلموا من عذاب ملك زمانهم ودعوا الله جل وعلا فقالوا ربنا آتنا أيها المنعم علينا يا أيها الملك الإله نطلب منك أن تؤتينا وأن تعطينا من لدنك أي من عندك رحمة أي تجع ترحمنا ولا تمكن ذلك الملك الظالم منها وهيئ لنا من أمرنا رشدا أي قدر لنا أمرا رشيدا نسير عليه لنكون من أهل التوحيد والطاعة ولأن لا يتمكن منا أصحاب عبادة غير الله جل وعلا فقدر الله جل وعلا عليهم النوم أكثر من ثلاثمائة سنة ولذا قال فضربنا على آذانهم أي جعلناهم ينامون ولا يستمعون لأي صوت حولهم في الكهف سنين عددا سيأتي ذكر عدد هذه السنين ثم بعثناهم أي جعلناهم يستيقظون بعد أن ناموا المدة الطويلة في السنوات العديدة ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا مدى أي جعلناهم يحيون من أجل اختبار بني إسرائيل في هؤلاء الذين آووا إلى الكهف كم بقوا في الكهف ليختبر الله جل وعلا أحوالهم فهذه الآيات في أول سورة الكهف فيها فوائد ومواعظ كثيرة فمن ذلك اتصاف الله جل وعلا بالصفات الحسنة الجميلة ولذا كان الثناء الكامل والحمد التام له سبحانه وتعالى دون من سواه ومما يحمد الله عليه أن بعث الأنبياء وأرسل الرسل ليعلموا الخلق وليكونوا سببا من أسباب صلاح أحوالهم في الدناء والآخرة وفي هذه الآيات إثباتوا الصفة العلو لله تعالى حيث قال أنزل على عبده والإنزال لا يكون إلا من العلو وفي هذه الآيات شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته عند ربه والثناء عليه بكونه قد قام بمقام العبودية لله جل وعلا وفي هذه الآيات فضل القرآن العظيم الكتاب الكريم وما فيه من الخير العميمة وفي هذه الآيات ثناء الله جل وعلا على القرآن بأنه ليس فيه عوجاج فأخباره كلها صدق لا كذب فيها وأوامره كلها عدل لا ظلم فيها وفي هذه الآيات أن من تمسك بهذا الكتاب قامت حياته على أكمل الوجوه وأتمها لقوله قياء لقول قوله لم يجعل له عوجا قيما وقد قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وفي هذه الآيات أن الدعوة كما تكون بالبشارة تكون بالتخويف والنذارة فمن أظن أنه لا دعوة من الله إلا بالتبشير والتحبيب فقد أخطأ والعباد يحتاجون إلى أن يكون عندهم داعيان داعي خوف وداعي رجاء ومن لم يكن عنده داعي الرجاء فإن كثيرا من الناس من لم يكن عنده داعي الخوف فإن كثيرا من الناس لن يستجيب لدعوته وفي هذه الآيات مشروعية البشارة بالخير كما قال ويبشر المؤمنين وفي هذه الآيات تبشير أهل الإيمان ووعدهم بالخلف الجميل والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة وفي هذه الآيات أن النعيم المرتبط بهذه الشريعة كما يكون لأصحابه في الآخرة يكون لأصحابه في الدنيا وإن كانت الدنيا ليست دار كمال وتمام وفيها من النقص ما الله به عليما وفي هذه الآيات نفي الولد عن الله جل وعلا والرد على من خالف ذلك بتحذيرهم ونذارتهم من أن ينزل بهم العقوب أتو من أن ينزل بهم العذاب الأليم والعقوبة الشديدة وفي هذه الآيات أن من نسب إلى الله الولد فإنه لا يوجد عنده علم ولا دليل وإنما الذي لديه تقليد أباه وآباؤه لا يوجد عندهم علم ولا دليل وفي هذه الآيات شناعة نسبة الولد لله جل وعلا فإنها مقالة كاذبة مبنية على ظن السوي بالله جل وعلا في ظن أنه يحتاج إلى الولد والله جل وعلا غني بذاته لا يحتاج إلى ولد وفي هذه الآيات حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق وإرشادهم حتى إنه ليطرأ عليه الأسف الشديد الذي يخشى معه أن يهلك نفسه وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان أن يصل إلى درجة من درجات التأسف التي تجعله قد يتمنى موتنا وغير ذلك وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد هيأ لمن على الأرض ما عليها من أنواع المخلوقات مما يدل على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك وفي هذه الآيات أن الدعاة لا ينبغي بهم أن يتأثروا لعدم استجابة الناس لهم لأن مهمتهم في البلاغ وأما ما عدا ذلك فليس من مهامهم ابتداء بل الهداية إلى الله جل وعلا يهدي بها من يشاء وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يختبر العباد فيما يؤدونه من الأعمال وفي هذه الآيات أن من كان محسنا في عمله قبل الله منه والإحسان في العمل يكون بإفراد الله بالعبادة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يفاضل بين العباد بحسب أعمالهم ولذا قال أيهم أحسن عملا أي من هو الذي هو أكثرهم عملا وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يجعل الأرض قاعا صفصفا صعيدا جرزا ويلغي ما فيها من النبات وفي هذه الآيات أن القصص الذي أورده الله في كتابه قصص عظيم وعجيب ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيه وأن يتأمل وفي هذه الآيات التذكير بقصة أصحاب الكهف مما يكتضي الثناء عليهم وفي هذه الآيات أن القصص التي فيها تعجب ومخالفة للمألوف كثيرة متعددة وفي هذه الآيات أن صغار القوم والفتية أقرب إلى أن يدخل الإيمان في قلوبهم وفي هذه الآيات استحباب لإكثار من دعاء الله جل وعلا خصوصا في مواطن الحاجة والضرورة ولذا لما أول فتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وفي هذه الآيات استمرار أهل الكهف في النوم المدة الطويلة فوق الثلاثمائة سنة وفي هذه الآيات أن النوم من الله جل وعلا وهو قادر أن يرفعه على العبد وقادر أن يجعل العبد يستمتع به السنين الطويلة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا هو الذي جعل أهل الكهف ينامون هذه السنوات الطوالة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا بعث أهل الكهف بعد النوم الطويل من أجل أن يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثهم أمدا أي أنه قد وقع خلاف في بني إسرائيل في مدة بقايا أصحاب الكهف في كهفهم ولذا كانوا يتنازعون في ذلك بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين